اشتركوا في القناة طريق ماهر دعبول من علامة الجزاء واحد صفر تصبح النتيجة في هذه المباراة اذا مبكرا مبكرا يتقدم الوحدة في هذه المواجهة عن طريق ماهر دعبول من علامة النتيجة كانت فرصة للوحدة عاق وليام غناب بخروج تدخل على سيكو تراوري اقرها ايمان العسافين ركل الجزاء سجلها ماهر دعبول الوحدة حمو يبحث عنه مروره تقدم وفرصة لمصلحة فريق الوحدة والعرضية اوهو انس بوطة والهدف الثاني للورنجي انس بوطة اذا والهدف الثاني للورنجي بعد العرضية من مصطفى حمو الرأسية من انس بوطة تسكن شباك وليام غناب 2-0 تصبح النتيجة إذن لفريق الوحدة يتقدم فريق الوحدة بهدفين حتى الآن في هذه المرة الأولى الآن أنس بوطة ونشاهد الإعادة العرضية كانت من مصطفى حمو التمريرة قبلها من ماهر دعبول ثم العرضية من مصطفى حمو والرأسية من أنس بوطة يسجل أولى أهداف رفقة الأورنجي في هذا الموسم إذن أنس بوطة تأخر هذا الهدف يا أنس ولكن يأتي في مباراة مهمة أمام فريق الطريع وطبعا الأهلي يتقدم على الكرامة إذن بهدف مقابل لاشيفي كلاسيكو الكرة السورية المقام في مدينة حمص اليوم إذن حتى الآن ثلاثة أهداف امتلاق السريعة والهجم المرتدلان الوحدةوية مصطفى حمو على الكرة مصطفى ينطلق يحيى كارك الثالث الثالث ممكن الثالث ممكن حسم المباراة نعم نعم ممكن حسم المباراة من يحيى كارك ومصطفى حمو بالتمريرة مصطفى حمو بالتمريرة المميزة من التمريرة هدف من التمريرة واضحة أنا هدف والإنهاء من يحيى كارك إذن والهدف الثالث للورنجي الهدف الثالث ليالورنجي بعد أن اقترب الطليعة صراحة من تسجيل هدف تقليص الفريق الهدف لفريق الوحدة حتى الآن في هذه المباراة إذن يتقدم على الطليعة أو يقسم صراحة على فريق